هكذا قضت بعض المدن الهولندية لياليها الثلاثة الماضية إطلاق للألعاب النارية ضد رجال الشرطة وإضرام للنار في الدراجات وتحطيم لبعض واجهة المباني مدن روتردام وإنشيدا وخرونينغين وليوفاردن كانت على موعد مع هذه المشاهد ويحتج هؤلاء على قرار السلطات الهولندية العودة إلى الإغلاق الجزئي للحد من انتشار جائحة كورونا وتشمل الإجراءات تحديد ساعة عمل المطاعم ومنع الأشخاص غير الملقحين من دخول أماكن معينة رئيس الوزراء الهولندي مارك روتر قال إن الاحتجاجات تخفي وراءها عنفا صارخا ينفذه حمقا ستتم متابعتهم قضائيا غير بعيد عن هولندا كان لبلجيكا حظ من موجة الغضب فقد أثار قرار السلطات تعميم استعمال الكمامة وممارسة العمل عن بعد وتقييد بعض الأنشطة غضبا عارما في العاصمة بروكسل هناك تجمع نحو 35 ألف شخص استجابة لدعوات أطلقها ناشطون رفضا لفرض قيود جديدة بسبب الجائحة وفي النمسة التي دخل فيها الإغلاق حيز التنفيذ منذ الليلة الماضية تظهر قرابة 40 ألفا من أنصار اليمين في فيينا رافعين شعارات منددة بالإجراءات التي أغلقت بموجبها المجمعات التجارية والمطاعم وصلاة الحفلات الموسيقية مع فرض حجر منزلي يشمل جميع السكان ويرى هؤلاء أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تصدر إلا عن سلطة ديكتاتورية محضة وتأتي موجة الغضب هذه التي تشهدها بعض المدن الأوروبية في خضم تنام المخاوف من تفش واسع للفيروس في عموم القارة قد يفضي إلى وفاة نصف مليون شخص بحلول الربيع القادم